أمام حكومة المصلحة الوطنية اختبار حاسم في مجلس الوزراء الخميس فأما يتصاعد دخان أبيض في اللحظة الأخيرة وينقذ البيان الوزاري ومعه الحكومة وأما تسقط التسوية ومعها الحكومة في غدون ذلك تكثف الاتصالات على أكثر من مستوى لعل أحد الأطراف يدخل القاعة حاملاً صيغة سحرية ما في وقت أصبحت الصورة واضحة بالنسبة إلى رئيس الحكومة إذا تعذر الاتفاق فإن المكتوب يقرأ من عنوانه وهو لن ينتظر أن تسقطه المهل من ينتظر من؟ هل ينتظر أنه حدا يقول والله ما عليش نحن بدنا نعمل هلأ استشارات؟ أنا برأيي هذا موقف يعود فعلاً إلى رئيس الحكومة هو الذي يرى متى يرى متى يؤكد أن هذا الموضوع صار بده وضع حد بشكل من الأشكال ما حدا عنده طرف أمل بالوصول إلى حل لمشكلة صياغة البيانة الوزارة إلا بياخده وقت البيئة من هالموضوع أكيد ما بوقف لحظة تقول أنا عجزت عن هذا الموضوع مصدر وزاري أكد للإل بي سي آي هذا التوجه وهو قال أن الرئيس سلام سيعمد إلى تقديم استقالته يوم الخميس في حال الفشل المصدر أضاف سيعاد تكليف سلام من جديد على أن يشكل حكومة بتركيبة سياسية مشابهة ونكون بذلك قد دخلنا بدوامة سياسية لكن الوصول إلى هذا السيناريو لا يزال سابقاً لأوانه بحسب مصادر أخرى إذ كشفت مصادر تيار المستقبل للإل بي سي آي أن الرئيس الحريري لا يملك ورقة جاهزة إنما أفكاراً حول صيغة تقوم على قاعدة لا تموت المقاومة ولا تفنى الدولة وتحدثت المصادر عن احتمال تأجيل الحسم إلى السبت مع ترك أبواب النقاش مفتوحة مع مختلف الجهات لكن ماذا ينتظر الحكومة عصر الخميس في حال الفشل؟ هذه مهلة الشهر 30 يوم للبيانة الوزارة هذه مهلة تحترق هذه مهلة حس اليوم تحتى نخلي الحكومة تنجز بمهلة 30 يوم إنما وقت بنقول مهلة حس يعني في طرد بكرة أنجز بنهار 30 البيانة الوزارة وعطيه خبر للرئيس بري ورئيس بري بده يدعي باليوم 32 أو 33 أو 34 أنا برأيي يجوز إذا جي وستي ببضعة أيام وقت بتكون مهلة حس جي وستي ببضعة أيام يجوز خمسة سبعة أيام بعد الثلاثين يوم ما أنجزت وعطيه بالحكومة خلص سقطت في السياسة وسقطت في الدستور أولا سقطت بالدستور حس تجيوزت المهلة لأكثر من بضعة أيام ثانيا سقطت بالسياسة حس مش قادة تبلوير مشروعة لكن وفي الوقت الذي كان الوزير جبران باسيل الصامت الأكبر في اجتماعات اللجنة الوزارية يطرح السؤال هل هو فعلا كذلك؟ أم أن الصياغة التي عرضها في الجامعة العربية قد تشكل مخرجا ما؟ ترجمة نانسي قنقر